قالت جمعية مصارف لبنان أنه من الضروري سدات سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في مارس المقبل في موعدها لحماية الموضعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية وقالت الجمعية في بيان أن إعادة هيكلة الدين تحتاج إلى وقت ومساعدة من مؤسسات دولية مضيفة أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في 9 مارس لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في ديسمبر كانون الأول الماضي والنيابة العامة بطعن الأحكام الصادرة ضدهم مطالبة باستئنافها يستأنف مجلس القضاء الجزائري محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحة وعبد المالك سلال ووزراء سابقين ورجال أعمال في قضايا متعلقة بالفساد والتمويل الخفي لحملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفلقة موسيقى